شخص وهو في سن صغير كان ولكنه كان يميز بين الصح والخطأ قام بأخذ مبالغ مالي من حقيبة شخص ما وهو من عائلته والآن يريد رد المال إلى صاحبه ولكن لا يعلم من صاحب المال فهل يتصدق بذلك المال أو ماذا يفعل به دائما بعد هل تأتي أو ما تأتي أم لا تقول هل جاء زيد أم عمر لا هل جاء زيد أم بعكس همزة أو سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم أما هل فيأتي بعدها أو هذا هو الفصيح طيب يعني أخذ مالا من حقيبة شخص فيحاول أن يتحرى وأن يجتهد في معرفة صاحب هذا الحق فإن استطاع أن يتوصل إليه فلابد أن يرد إليه المال ولا يلزم أن يخبره بالواقع لا يلزم أن يخبره أني سرقت من مالك وإنما يقول له هذا حق علي لك ويمكن أن يستعين بغيره إن كان لا يستطيع أن يقابله ويستعين بشخص آخر يقول أريد منك أن توصل هذا المال إلى فلان ولا تخبره أنه من عندي يقول له من شخص عليه لك حق فالمهم أن يصل إلى صاحبه وأن يعلم أنه حق لا يكون يعني بمسمى هدية أو عطية أو زكاة لا لابد أن يفصح له أنه حق لك ولكن لا يلزم أن يعرف من عليه الحق فإن لم يستطع أن يعرف صاحب الحق ولكنه كان محصورا بين شخصين أو ثلاثة فهنا الأولى له أن يعطي هؤلاء نفس ذلك الحق خاصة إذا كان غير كبير مثلا نقول خمسة ريالات فالأبرى لذمته أن يعطي هذا خمسة وهذا خمسة وهذا خمسة أو أن يعرض عليه الأمر ويقول يا فلان أظن ظنا قويا أن علي لك حقا وأريد أن أعطيك إياه ويسكت فإن قال له لا قد سامحتك فالحمد لله وإلا أعطاه لكن إذا كانوا كثرا بعدد كبير ولا يعرف من صاحب الحق فهنا يعطيها للفقراء بنية التخلص فإن كان أحدهم فقيرا فلولا أن يعطيه لعله يكونه وإن كانوا كلهم ليسوا الفقراء فليدفعها إلى فقير وتبرأ ذمته بذلك الشيخ سؤالا إذا كان صاحب الحق أراد لكون المجتمع يعرف أن أخذ منه حق فاشترق أن لابد من إشهار رد الحق يعني كنوع من رد اعتبار نفسه هل له ذلك؟ هو الأصل ليس له ذلك وبعض الناس الأسف يتعنتون المفروض الواقب على المسلم أن يكون عونا على أخيه على التوبة يعني عندما يؤتلك أنت لك الحق ليس لك الحق في معرفة الشخص الذي فعل ذلك ولا فائدة تترتب على ذلك إلا أن تحمل في نفسك ضغينة عليه فقط وإنت لا تريد أن تكدر نفسك على أخيك لك حق تريده خذه لا تريده يعني سامح منه لكن أن تصر يعني بعض الناس فعلا يقول لنا أبدا لا أسمح إلا أعرف الشخص قالوا لهم قال لا حملي على يوم القيامة لا لا يجوز لك ذلك عند الله عز وجل يجب أن نكون عونا لبعضنا البعض على التوبة وأن نعين الراجع إلى الله عز وجل فلك الحق نعم إذا كان هناك إساءة علنية بأن تكون اتهمت مثلا بالسرقة وشاعد للناس أنك أنت السارق وأنت بريء ثم عرف السارق فمن حقك أن تبر ذمتك كما فعل يوسف عليه السلام فيوسف عليه السلام لما جاءه الرسول جاءه في السجن لم يخرج يوسف عليه السلام معه قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطع نيديه إن ربي بكيده النعلي فلما ثبتت براءته خرج من السجن ما أراد أن يخرج إلا وهو نظيف نقي فحرص الإنسان على نقاوة نفسه وعلى تبرئة هذا من حقه لكن ليس من حقه الحرص على معرفة من فعل معه ذلك فقط لأجل المعرفة ليس من حقه ذلك